أنا عايزة أخط حيطة المذاكرة من الأول خالص لأن الأم لو هتذكر مع الطفل لازم هي نفسياً تكون مهيئة للمعركة دي أنا بشوفها معركة بصراحة لأنه الطفل ما بيبقاش قادر يستوعب بسهولة فالأم ممكن يعني تتعصب أو كده أو تتضايق حتى داخلياً فإزاي الأم بنفسها تهيئ نفسها أن إحنا دلوقتي نعود ونعمل هومورك فلازم تكون ريلاكس أول حاجة لازم أبقى فاهمة أن أنا مش دخلة خناق مع ابني أنا بنمي مهارات ابني أنا بديله معلومات هي مهمة بالنسبة له حتفينه فمهمة حاجتين للطفل يبقى عرفه هو بيذاكر ليه ويذاكر إزاي لكن ما ديهوش ورق يلا حبيب يذاكر إزاي طب أنا بذاكر لإنتوا بتدوني حاجة أنا مش حبيبها أعملها طب أعملها ليه؟ يعني إحنا ليه منه الطفل صغير كده عمليين يديله مذاكرة يعني ده حتى بيقولك من ضمن الدول المتقدمة قوي في التعليم فنلندا فنلندا تسيب اللي يلعبوا يعني ما ضمنش واجب أصلا بالضبط عندك النظام التعليم نظام التعليم الياباني لحد ما بتخلص مرحلة الابتدائي بيركزوا أعلى يعني الدرجات بتتحط على السلوكيات بظهر الأخلاقية والسلوكيات ويدخلوا ينظفوا الحمامات وينظفوا مكانهم وينظفوا ويعاملوا بعض حيات يعني ليه إحنا عشرين الطفل لسه يعني عنده أربع سنين وعملين اكتب يا ابني وقرأ وخد المشعار أنا لو إبني فاشل حب أنا أم فاشلة فإحنا ماشيين بالمبدأ ده في حياتنا يعني مزاكرة هي إحنا بنستمتع مع بعض أنا بديله حاجة هي حتفيده جاءت درجات حلوة بقى درجات وحشة مش بتاعتي فأنا ما ينفعش أركز على النتيجة فأنا بخيرت من التقصير ده إنه يؤثر على نفسية ابني يعني أنا لو أثرت في حقه في المزاكرة فالولد هيقل فالولد نفسه هيبقى متضايق عشان هو قليل شوية فهقولك على حيات هي صعبة شوية أنا مركزش على النتيجة أنا ركز على كيفية بناء النتيجة لكن لو فضيت مركز على نتيجة على الفكر أنت يجب تجيب الفول مارك على الفكر أنت يجب تجيب درجات فأنت مركز تحت سترس بذكت لكن تعالى نذاكر صح فأنا أركز على المدخلات اللي أنا بدخلها له مركزش على المخرجات اللي أنا مستنياها لأنه ممكن يكون مش متفوق الدراسية بس متفوق في حاجة تانية صح فكرتيني بجون لانن اللي هو قائد فريل بيتلز اللي هو الفوكل بتاع فريل بيتلز كان ممتوه غوز غير كدت تقول له أنا ماهمنيش أنت تبقى ناجح نهمني أنت تبقى سعيد لما حد يسألك إنت عايز تطلع إيه أقول أنا عايز أبقى سعيد فلما راح للمدرسة المدرسة بتسأله إنت عايز تطلع إيه قال لهم أنا عايز أبقى سعيد أعتقد أنه الرسالة دي مهمة قوي في التربية طبع أن أنت بتحسسيه أنه أنت في الآخر الغاية إيه ما تعايز تبقى سعيد يعني إحنا لما بنتعلم وبنشتغل وبنتجاوز وبنروح وبنيجي إنتي في الآخر عايزة تبقي سعيدة يعني هي السعادة بزبط فأيا كان بقى أنا سعادتي بقى أن أنا بقى دكتور سعادتي أن أنا بقى مشاعدة فأيا سعادتي أن أنا آيا كان سعادتي وبما أنك لا تملك إلا اللحظة بتاعة دلوقتي فأنا أبقى سعيدة عشان اللي هيحصل يبقى بيجلب السعادة عشان كده الأمهات ما تاخدش المذاكرة كخناء هي مش خناء هي أنا بقى مستمتعة وأنا بعلم ابني يعني لو استمتعنا بكل لحظة إحنا عايشينها مع الأولاد يعني هقولك على حاجة أول ما الأم بتخلف أصعب فترة ومش أصعب فترة بعدها بشوية دي بصي بقى يعني عادي بس الفترة دي والباقي كله حيبقى زيكم فكل فترة إحنا بنعد أقول عليها صعبة حتى فترة المذاكرة بنقول عليها طب ليه نخليها صعبة وعلى فكرة هي دي اللي بتخلي الطالب لما يكبر يبقى كره المذاكرة بسبب الأم لأنها دايما ربطت زينا معاه أن المذاكرة دي ساعة التعذيب بقى بالظبط ما ده السجن اللي احنا أنا بقولك أنا طفلة قال ليه أسانا داخل السجن ليه يا حبيبي داخل السجن إحساس صعب بالظبط فعارف السجن النين يا حبيبي أصلا من المشال سلات من المشال سلات من المشال سلات وأفلام هو بالنسبال وده سجن فإحنا بنلاقي كمان أن الطفل هو حافز بس المنهج اللي في المدرسة اللي اللي أمنا بتحفصوله ومعرفش أي حاجة تانية بيوقف الرياضة وبيوقف الخروب مع صحابه وبيوقف الاستمتاع وبيوقف الإنجاز بيوقف كل حاجة عشان المذاكرة طب حيستفدت حاجة من المذاكرة؟ لا ليه لأن هو الأم ضغطاء هو لازم تحفظ وهو نفسيا رفض ده من جوافة بالتالي مش هيستوعب أي حاجة إحنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا